تجمع المئات من أنصار العسكريين الذين سيطروا على الحكم في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازون في نيام ملوحين بأعلام الروسية ومعبرين عن دعمهم للانقلاب الذي بدأ في السادس والعشرين من تموز وكانت العلاقات قد تدهورت بين النيجر وفرنسا بعض الأحداث الأخيرة مما أدى إلى إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين طلبت فرنسا من قوات الأمن النيجرية اتخاذ الإجراءة اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيام بالكامل ولا سيما الفرنسية منها قال الجنرال عبد الرحمن تياني الذي طول السلطة في البلاد أن الفرنسيين ليس لديهم سبب موضوعي لمغادرة النيجر لأنهم لم يتعرضوا لأدنى تهديده أدعى في كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال أنصاره إلى التظاهر بهدوء ترجمة نانسي قنقر